تراجع تلوى الآخر تسجله الأرقام والمؤشرات السياحية في الأردن منذ أن دخلنا في معترك جائحة كورونا التي أوقفت هذا القطاع عن العمل محليا وعالميا الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي تظهر مدى التراجع الكبير الذي يشهده القطاع السياحي الأردني الذي عانى بشكل كبير خلال الأعوام الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط إلا أن الانخفاض لم يكن كما هو الآن المؤشرات الأخيرة للدخل السياحي تبين أن الأردن خسر ملياري دينار كانت من المفترض أن تضخ في منشآت القطاع السياحي الأردني عند مقارنة بيانات العام الحالي بالعام الماضي في الذهاب إلى الأرقام فإن الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وصل إلى 840 مليون دينار تقريبا بانخفاض قدره 70% عما كانت عليه أرقام الدخل السياحي في الفترة ذاتها من العام 2019 وتبين الأرقام أيضا أن الأردن خسر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 3 ملايين و 400 ألف زائر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إذن تحدي كبير يواجه القطاع السياحي والقائمين عليه فالعودة إلى الأرقام التي سجلها القطاع السياحي خلال العام الماضي يتطلب تعاونا مشتركا بين القطاعين العام والخاص وتذلينا للعقبات أمام العاملين فيه ووضع خطة سريعة لعودة هذا القطاع إلى سكة النمو في حال اكتشاف لقاح لكورونا وهو أمر لم يعد بعيدا بحسب الترجيحات اشتركوا في القناة